السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى متابعين سوف أقدم إليكم اليوم أشهر الرؤى التي تتعلق بحلم الأسنان في المنام فتابع معنا أولا رأيت في المنام أن سني الأمام سقط يدل المنام على حدوث مكروه وإصابة أحد أفراد العائلة بمرض أو سماع خبر مزعج بالإضافة إلى سوء الأحوال المادية والنفسية والتعرض للخسارة حلمت أن أسنان السفلية تتحرك تشير رؤية الأسنان السفلية تتحرك في المنام إلى تزبزب وخلل في العلاقات العائلية وتباعد المقربين عن بعضهم فضلا عن وجود خلافات زوجية قد تؤدي إلى الانفصال أو الطلاق حلمت أن تقويم أسناني سقط أو طاح يدل سقوط تقويم الأسنان في المنام على السقوط والفشل وعدم قدرة الحالم على مسك زمام الأمور فضلا عن إدارة الفشلة في تنظيم أمور أسرته وعمله والله أعلم حلمت أن ننابي السفلي سقط يرمز سقوط النابي السفلي في المنام إلى وجود مشاكل وخلافات عائلية كبيرة بسبب النساء وكيدهن فضلا عن المرور بظروف مادية سيئة تتمثل بالخصارة والحاجة والعوز حلمت أن الطفل الرضيع له أسنان تشير رؤية الطفل الرضيع له أسنان إلى تلقي الدعم والمساعدة من الآخرين لتنفيذ مشروع معين والحصول على النتائج بسرعة ويشير إلى مستقبل مشرك للطفل والله أعلم ورؤية الطفل بأسنان لبنية تدل على شعور مؤقت باليأس لدى الحالم نتيجة عجزه عن تحقيق رغباته فضلا عن خصارة المال وكلة الرزق حلمت أن أسنان التركيب طاحت يرمز وقوع الأسنان التركيب في المنام إلى كشف بعض الحقائق المزورة وإدراك الحالم لجميع المؤامرات التي تحاق ضده بالإضافة إلى فتح أسرار وكشف بعض النوية حلمت أن درس مسوس يشير الدرس المسوس في المنام إلى مرور الحالم بظروف سيئة أو حدوث خلافات ومشاكل في العائلة تؤدي إلى قطع سلط الرحم حلمت أن أسنان سوداء ترمز الأسنان السوداء في المنام إلى قصرة النميمة والصرصرة في محيط الحالم فضلا عن سوق علاقتها الاجتماعية وقطع سلط الرحم حلمت أن أسنان بيضاء تدل الأسنان البيضاء في المنام على التعاون والمحبة بين الحالم والآخرين فضلا عن ثقته بنفسه وبقدرته وقيامه بأعمال ناجحة ومصمرة من شأنها أن تدعم مستقبله رؤية تنظيف الأسنان البيضاء في المنام حتى أصبحت تلمع دلالة على زوال المتاعب والهموم والأزمات وتشير إلى التقلق والعز حلمت أن درس انقصر يدل المنام على سوء سمعة أحد الأشخاص الكبار في العائلة وبعده عن العائلة فضلا عن افتقاد العائلة للسيد أو القدوة أو الموجه وزالت نتيجة تقصير رب الأسرة وانشغاله عن أمور بيته حلمت أني خلعت درسي يدل خلع الدرس السفلي المسوز بدون ألم في المنام على مرض وحدوث مقروه يخص نساء العائلة أما خلع الدرس العلوي المسوز فهو إشارة إلى الشفاء والتعافي من المرض أو إيجاد حلي المشكلات وخلع درس سليم يشير إلى قرار خاطئ والوقوع في ورطة حلمت أن جزء من درس سقط يشير سقوط جزء من الدرس أو نصفه في المنام إلى توتر العلاقة بين الحالم وأحد أفراد الأسرة فضلا عن التعرض لخسارة مادية نتيجة سوق تصرف الحالم وفشل مخططاته حلمت أن سن تخلع يشير خلع السن المسوز في المنام إلى زوال الهموم والصحة الجيدة خلع السن السليم في المنام دلال على خسارة مالية والوقوع في مشكلة تفسير حلم ظهور أسنان فوق أسناني يرمز ظهور أسنان فوق أسنان يدل على الرزق المبارك والزرية الصالحة بالإضافة إلى شدة الترابط بين أفراد العائلة وبناء علاقات أساسها التعاون والمودة والتفاهم وفي بعض التفاسير يرمز الحلم إلى إتباع الطرق المشبوهة لكسب المال حلمت أن نطلع لسن جديد يشير ظهور السن جديد في المنام إلى علاقة جيدة أو مرور الحالم بفترة جديدة ستكون واعدة وأفضل من السابقة وسيعود عن خسارة سابقة بالإضافة إلى تحسن الأحوال للأفضل في مختلف مجالات الحياة والله أعلم وإلى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر